فضيلة الشيخ يقول السائل نقل لي أحد الأشخاص يقول نقل لي أحد الأشخاص أن رأيكم في من دخل والإمام يقرأ في الصلاة أنه لا يقرأ الفاتحة ونقل لي شخص آخر أنه سألكم عن نفس السؤال فقال إنكم أجبتم أنه إذا دخل والإمام راكع يكبر للإحرام ويركع وتجزئه فنرجو تأتبين في ذلك نعم هذا كله صحيح في المسألتين المسألة الأولى إذا كان الإمام يقرأ فلا تقرأ قوله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون فتنصف للقراءة الإمام وإذا لم تتمكن من قراءتها في سكتات الإمام فإن تكفي قراءة الإمام الحالة الثانية إذا جئت والإمام راكع تكبر تكبيرة الإحرام وأن تواقف ثم تنحني راكعا وتكبر للركوع وتسقط عن افتراءة الفاتحة في هذه الحالة لأنها فات محلها وأبو بكر لما جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكع دخل معه في الركوع ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الركعة نعم أنت أتحسى الله والله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم عن نبينا محمد وعلى آله وصحبه